السؤال بعد كده بيقول أنا وزوجي اتخنقنا بسبب انه هو بيسهر برة للساعة تلاتة واربعة يعني ايه تلاتة واربعة الفجر تلاتة واربعة الفجر مع صحابه وباقي يومه في الشغل اتخنقنا وقام في نص الكلام قال لي والمصحف ما انتي مكملة معايا قالها اربع مرات وراء بعض فهل ده يعتبر طلاق معرفش ليه طيب؟ لان اللفظ ده يحتمل الطلاق ويحتمل غيره والله ما انت باقي معايا يعني ايه ما انت باقي معايا يعني ايه؟ خلاص اعطى اللايك ولا انت ما باقي معايا يعني انا زهقت وانت خنقتيني او ان ايه؟ فلذلك احنا محتاجين نعمل ايه؟ نسمع من اللي تلفز باللفز ده عشان نشوف هو كده طلق ولا لا طيب يبقى اللفظ ده بحتاج لسماع التفاصيل من زوج حضرتك عشان نقدر نفسف المسألة دي ومحدش يقول لحضرتك ان انت تقدري ان حد يقدر يقولك الحكم ده من غير ما يسمع من زوجك ولو حد قال لك غير كده يبقى راجل يبقى المفروض ان احنا نفهم ان الطلاق بيد الراجل فالراجل هو صاحب لفظ الطلاق فلا يجوز الحكم على الطلاق الا بالرجوع الى ماذا؟ الى صاحب اللفظ لان انا لو سمعت كلام حضرتك وحللت الكلام ده وحاولت اوصل لسورة المسألة من كلام حضرتك حضرتك احد الذين حضروا هذه الطلاق حتى لو كان الموضوع يخص حضرتك لكن مين اللي يقدر يجاوبني يا عمى في باطنه ويتحمل اذا كان صادقا او كاذبا هذا زوجك فحنا لازم نعمل ايه؟ لازم نسمع من ذوك حضرتك عشان اقدر اقول لك هو الطلاق واقع ولا لا لكن فكرة هل من المناسب وقال صحيح وقال يجوز وقال مشروع ان الشخص يصعر لتلاتة واربعة بالليل وهي طبعا بتقول تلاتة واربعة بالليل تلاتة واربعة الفجر عشان تقول ان هي حقها ضايع ونذكر هنا بحديث الرسول اللي الله سلم ان لأهلك عليك حقا وان لبدنك عليك حقا وان لزورك عليك حقا فاعطي لكل ذي حق حقا فهي مظلومة ان انت بتاخد من حقها نعم مظلومة ان انت بتاخد حقها ونساك لابد ان انت تتقل الله سبحانه وتعالى ولا تتركها تبحث عن اي شيء منها من خوفها اشتركوا في القناة